بعد مرور عشر سنين على الإستار الأصلي هل بيقدرون كل من يوكوتارو وسكوير يينيكس بجذب اللاعبين للجزء الأول من نير مثل ما جذبوا الملايين مع جزء نير أوتوماتا ولا بينعادلنا نفس السيناريو الجزء الأول من جديد هذا الجزء اسمه نير رابليكنت مرة طويل وهي نسخة محدثة من النسخة اليابانية اللي ما نزلت بره اليابان بره اليابان نزلت نسخة نير قستالت وفي هذه النسخة القصة ما تغيرت لكنك بتلعب بشخصية الأب بدلا من الأخ أنا متأكد أن بعضكم الآن ضاع مع كل هذه المعلومات لكن كملوا معي لأنكم بضيعون أكثر فما راح تكون لعبة يوكوتارو إذا ما ضعته هذا الجزء من نير يتحدث عن فترة صعبة على البشر بحيث أصابه مجموعة مختلفة من الأمراض وأحد هذه الأمراض أصاب يونة وهي أخت البطل ومغامرتك تبدأ وتتمحور حول إيجاد العلاج لأختك وهذا هو محفزك الرئيسي مع تقدم الأحداث ممكن هذا العامل يكون بسيط للقصة لكنه في الواقع معقد وبتترتب عليه عوامل مختلفة تخليك متعطش أكثر وأكثر لمعرفة حقيقة هذا المرض حقيه هنا وليش العالم يمر بهذا الفترة الصعبة؟ رأسك بيكون مليان بالتساؤلات ولما تتعمق أكثر تزيد تساؤلاتك ولكن بشكل جميل اللعبة بتقشر لك هذه الأسئلة طبقة وراء الثانية وبتبدأ تفهم عناصر مختلفة عن اللي يصير حولك مرافقينك في اللعبة بيثرونك بالمعلومات عن العالم ومغامرتك بشكل أكثر مو بس بكون الحوارات والنكة المختلفة تجعلك ترتبط فيهم بل حتى جودة التمثيل الصوتي لهذه الشخصيات الرئيسية وحتى العامة جودتها عالية وأداءهم بيربطك أكثر باللعبة مثل باقي ألعاب يوكو اللعبة لها عدد مختلف من النهايات وكل واحدة منها تعطيك بعد آخر للقصة وبسبب العوامل المختلفة من القصة مثل الحوارات والتمثيل الصوتي رح تخليك حليم أكثر في تختيم اللعبة أكثر من مرة حتى تشوف الأبعاد المختلفة للقصة كل من الخمس نهايات المختلفة ممتعة وننصح أي شخص يمتلك اللعبة بتختيمها نقطة مهمة بالذكر هي أن أغلب النهايات ما رح تطلب منك تعيد اللعبة من بداية ورح تبدأ من نص اللعبة وهذا بيسرع من عملية شوفتك لكل النهايات المختلفة مظهر اللعبة كان من نقاط ضعف الجزء الأصلي وبكل صراحة حتى مع التطوير الحديث أشوفه في أفضل الأحوال مقبول حتى لو نقارنها بنير أوتوماتا فهي أقل بالمستوى والجودة لكن رسومها من ناحية البيئات والتحريك تخدم اللعبة ونجحت في عكس البؤس الطاغي على هذا العالم من ناحية سلوب اللعب فهو أكثر عامل تم التعديل عليه وصار إلى حد كبير شبيه بجزء نير أوتوماتا تقدر تصد وتتفادى وتستعمل العديد من نواع الضربات السحرية ومثل أي لعبة أكشن عندك ضربات خفيفة وضربات ثقيلة السلاسة هو عنوان القتال في نير ريبليكنت تقدر تسوي كومبوهات مختلفة مذهلة وتربطها بالضربات السحرية وعندك أيضا طريقة سلسة للتبديل الأسلحة عن طريق الديبات اللعبة فيها تقريبا 33 سلاح مختلف من رماح إلى سيوف سواء سيوف بيد وحدة أو سيوف ثقيلة اللي تمسكها الشخصية بيدين الأعداء اللي راح تواجههم بيجون بأحجام مختلفة واسمهم الشيدز ولما تتقدم بالأحداث بعضهم بيصيرون مدرعين وهذا يجبرك على التنويع بين السحر والأسلحة حتى تقدر تتخلص منهم وفي أحد المرات لما تذبح الشيدز بتكسب منهم ووردز وهي كلمات تضيف على سلاحك في قائمة الأسلحة حتى تزيد من قوته بنسبة معينة أو تضيف ميزة التسميم لسلاحك أخيرا من ناحية القتال إذا كنت بستي بتعيش القصة فاللعبة تقدم طور الأوتو باتل وهذه نقطة ممتازة خاصة أنك تنهي اللعبة أكثر من مرة وهي ما رح تشتغل معك إلا مع الإيزي مود المهمات الجانبية هنا ممتعة ومتنوعة وهي أفضل طريقة للناعب في تجميع الفلوس الكثير منها بتقدم حوارات شيقة وغريبة وأطولها بتكون بتسع خطوات منفصلة طبعا مهمتك الرئيسية برضو بتجذبك لكن يعيب اللعبة شيء واحد وهي كثرة التنقل في اللعبة فأغلب وقتك ما رح يكون في تنفيذ المهمات لكن في التنقل خاصة إذا كنت بتنهي جميع النهايات فالتنقل والحركة من مكان إلى آخر بتكون أسوأ نقطة في هذه التجربة في النص الأخير من اللعبة بتتوفر لك ميزة التنقل السريع لكنها غير عملية وبترسلك إلى ملاطق بعيدة وبتضطر في النهاية للمشي حتى توصل لهدفك اللعبة تحرص على التنويع بشكل مستمر فكل مكان رئيسي تزوره له شيء يميزه بحيث في القصة الرئيسية بتتنقل من اللعب بشكل ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد وفي فترات ثانية الكاميرا زاويتها تتغير تماما وتكون زاوية الرؤية من فوق مثل ألعاب الفيديو القديمة التنويع ما يتوقف بس على الكاميرا لأنك بتخوذ مغامرة نصية في أحد المناطق باللعبة نقاط ثانية حدثوها في هذه النسخة المحدثة هو نص اللعبة اللي تم تغييرها بشكل طفيف لدرجة كان من الصعب تلاحظها وحرص الفريق بالاحتفاظ على جوهرية النص السابق بالإضافة إلى أن أغلب الممثلين الصوتيين رجعوا من جديد لتمثيل دورهم بنفس الشخصيات بينما ألحان اللعبة العذبة ترجع لنا بنسخ معدلة وقدر المرحن العظيم كيتشي أوكابي بتحسينها وخلاها أفضل مما تصورت بالنسبة للأداف اللعبة كانت تشتغل معي بدقة 4K و60 إطار بالثانية على البلاي ستيشن 5 نجي الآن إلى نقطة المحتوى الإضافي على هذا الجزء المحدث بتحصلون مهمة قصة جديدة مرتبطة بالقصة الأساسية وكانها جزء من اللعبة السابقة وكانت مميزة لأنها أضافت قتال ملحمي وتبينك أكثر عن قصة هذا العالم المثير غير هذا المحتوى الجديد فتقدر أيضا تلعب بنير الأب اللي توفر للجميع في النسخة الغربية في عدد مختلف من المهمات وهي عبارة عن مهمات أو بالأحرى تحديات قتالية صعبة تقدم بعض الأفكار اللي ما نشوفها في المحتوى الأساسي وبمجرد ما تنهي اللعبة للمرة الأولى بتوفر لك الخيار في تغيير الموسيقى اللعبة وتغيرها إلى موسيقى نيرو ثماتا بالإضافة إلى عدد مختلف من الأزياء وأخيرا بعد عقد رجعت لنا نير بطابعها الغريب اللي القليل تقبله في الماضي لكن الآن بشكل مقبول للعب وبطابع حديث بيعجب محبي العاب الأكشن والقصص العجيبة اشتركوا في القناة